نشرت صحيفة فينانشل تايمز مقالا قالت فيه إن معركة الشرق سوريا تحمل تهديدا بمواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران وأوضح المقال أن الولايات المتحدة تسعى لتسيطر الجماعة التي تدعمها على الطريق السريعة الرابطة بين بغداد ودمشق من أجل الحد من تأثير إيران وإن مخاوف المواجهة تزايدت بعدما أسقطت الولايات المتحدة طائرة لنظام الأسد غربي الرقة ورأت الصحيفة بأن التصعيد العسكري لا منص منه وأن القوات الموجودة في سوريا تتسابق الآن لشغل الفراغ الذي يتركه تنظيم داعش